الثاني عدم التعلق يعني تعلق بنجاحك ولكن ليس بفكرتك الأولى تعلق بنجاحك وليس بفكرتك يعني الفكرة يعني أواجه ناس أجياء كلمة يقول والله أقول له سألت العملاء حقينك يقول لهم كذا ما يفهمون زين؟ هو العميل هو اللي بيشتري منك زين؟ فإذا هو يقول لك إن هذا اللي هو يحتاجه لازم أنك تسوي اللي هو يحتاجه النقطة الأخيرة للخروج من هذه هم يسمونه إيش؟ التفاؤل لازم يكون عندك التفاؤل الملح التفاؤل الملح هذا يقول شيف الناس اللي يلعبون لعبة الفيديو جيمز عملك شفت أحد يطفش ينهز ويبدأ من جديد ولهذا واحدة طلعت كتاب وألقت محاضرة جميلة عن تقول لو استطعنا أن نصنع الحياة كأنها فيديو جيمز الناس لن تمل منها فنقول يبدأ الإنسان بأي فكرة زين؟ بعدين خل معك فريقي شاندونك في العمل وبالرأي كن منفتحا على أنك تغير هذه التوجهات وخلك صاحب عزيمة الخروج من وادي الموت زين؟ هو في المحاولة هذه طيب خلونا نسوي كذا خلونا نسوي كذا نستمع للعمل أو غيرهم يمكن أن أعطي مثال في شركة في أظن في كوريا أو كذا سووا جهاز تعرف نسبة الأطفال اللي يموتون أثناء الحمل الحبل السري يلتف حول الله ويموتون فهذا اللي سووا جهاز تلبسه المرأة زين؟ وإذا ضعفت دقات القلب يقوم يدق الجهاز فينبه ما باعوا شيء ممكن باعوا عشرة جهزة كذا فما يجب أن يسوهم قالوا شوفوا الشركة الفلانية استشارية تساعدكم وهناك في خاصة في شرق آسيا عندهم منح جيدة سي كذا يعطيك منحة لتعديل منتجك يعني الفكرة للإنتاج الأولي للتوسع يعطيك إياها على مراحل فجابوا الشركة قالوا هل سألت العملاء؟ قالوا لا بس محروف حنا جبنا الأرقام نسبة اللي يموتون لاحظ كيف التعلق كم واحد يموت وهذا الجهاز أنا بنقذ عشرة في المية بنقذ حدود عشرة لاف طفل في السنة وهدف نبيل نجح في المنتج وما نجح في السوق عادي جاءوا قالوا طيب جبوا مجموعة من نساء الحوامل واسألوا جاءوا قالوا هذا ذات الشرن قالوا ما نشتري احنا ما ننام في الليل من هل ذات تبيني بعد لو نقرب في الليل واضغطوا كذا طيب شفت الأسئلة أول شيء سألتهم طيب هل تسكت ولهذا في كتاب بسأل الأسئلة لتسأل عملاك يعني تسألها زي كذا زين بعدين قالوا طيب وش ممكن سوي لو كان ممكن تسكت تقول لي خلاص أجل برجع أنا وانا فكر بدا لكم صح لا أسألهم واشتبون قالوا والله أنا أمي وابو يودهم اسمعون دقات قلب ولدي فلو أنتوا تسوون تطبيق وممكن أني أعطيهم الأكسس أنهم يسمعون وش اسمعون أسوه كذا طيب هل تتوقف في الأسئلة عن كذا طريق قضية أسئلة لا طيب كم تتوقعون السعر المناسب لهذا الشي زين فلتسمع أسعار وكذا طيب الآن هل ممكن شو هذا آخر سؤال لكذا أنت عرف أنه جدي يعني يبي يشتري أعطيك سعر منطقي وإنه ما يجاملك طيب هل ممكن أسجلكم الآن كمستخدم أولي أخذ معلوماتكم إذا قال لك كذا هذا الرجال غالبا أنه صادق المهم عده إن هذا الشي اللي يمكنك من يصال دقات قلبك لمن تحضر باعوها كلها في أسبوعين فهذا اللي يقولك كيف تخرج من هذا كل اللي يمر فيه والنقطة الأخيرة ترى ليست مرة واحدة